اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجدي من يوم 22-12-2019 لغاية 2021 عطارد في برج الجدي لغاية مساء يوم 16 وبعدها بنتقل للدلو الزهرة في الدلو وبنتقل مساء يوم 13 للحوت المريخ في العقرب وبينتقل ظهر يوم 31 بعدها للقوس المشتري في الجدي وزحل في الجدي اورانوس ما زال بيتراجع في عملية تراجع في برج الثور لغاية فجر يوم 11 نبتم في برج الحوت وبلوتو في برج الجدي بالنسبة للزوايا الخطرة او المؤثرة خلال هذا الشهر اللي بتبلش طبعا قبل بثلاث ايام من تكوينها وفي زوايا راح تتأثر قبل تقريبا باسبوعين او ثلاثة يعني اثارها بلشت تبين وفي اشياء بلشت اثارها تبين من خلال نهاية شهر 12 او منتصف شهر 12 الزوايا هاي عنا يوم 12 واحد يقترن عطارد مع زحل ومع بلوتو وكوكب زحل راح يقترن برضو مع كوكب بلوتو يوم 13 واحد راح تقترن الشمس مع بلوتو ومع زحل يوم 23 تربيع الشمس مع اورانوس يوم 28 تربيع المريخ مع نبتون طبعا احنا حكينا الشمس الها بالقيادات والجيش الها بالحكومات باصحاب القرار اورانوس الو علاقة بالانقلابات الو علاقة بالثورات الو علاقة بالاغتيلات الو علاقة بالاشياء المفاجئة بلوتو الكوكب اللي بيقلب كل شيء رأس على عقب في لحظة زحل المعلم الصارم المريخ اللي راح يكون موجود طبعا في برج ناري وهو تكوين النار الو بالحروب والو بالنار والو بالاشياء اللي مش سهلة طبعا تكوين الكواكب هاي بما انه اغلبها راح تكون موجودة بالجدي والجدي معروف عنه بداية موسم الشتاء فرح تكون التأثيرات يعني والله اعلم الهاي علاقة بالطبيعة نشوف الطبيعة ايش راح تعمل في خلال الفترة هاي ممكن امطار ممكن ثلوج ممكن اعاصير بس اعاصير ما مش بتخوف يعني اعاصير انها بده تشيل البلاد يعني ممكن ايشي العلاقة بالنار بما انه المريخ بلوتو اورانوس والمريخ برضو الهم بالقيادات العسكرية يعني بدنا نشوف احنا خلال فترة اخر عشر ايام من الشهر هاد ايش الاثار اللي ممكن تصير او الاحداث اللي ممكن تصير وبعدها منشرحها احنا ومنشوف ايش الاشياء اللي صارت ما بدي اعلق على اي شيء ما بدي اتنبع باي شيء وما بدي اتوقع باي شيء خلي الامور ماشي على تسهيل المولد بتركز الشهر هذا كله على امور الها علاقة بالنجاح او السفر والاتصالات البعيدة المواضيع القضائية عمليات الاستراد والتصدير وبما انه الشمس في البيت التاسع يعني فيه ايجابية في هذه النقطة بدعم من مواقفك خلال هذا الشهر يعني بمعنى اخر انه رح تتغير الظروف لصالحك وكثير من موليد برج التور رح يتحمسه للسفر او رجوع للدراسة وما رح تنزعج من انتقاد او اعتراض البعض على افكارك لانك بطريقة ما انت رح توصل الفكرة اللي انت بدك اياها بطريقة مناسبة انت جاهز انك تعيش تجربة جديدة ومميزة الحضوض كثير وبتساعدك وبتساعدك بتجربة جديدة وتجربة كل شيء جديد ورح تلتقي بوجوه جديدة وتتعرف على اشخاص ممكن يكونوا جداد او من برا البلد اللي انت عايش فيها يعني هذا الشهر منقدر نحكي انه شوي رح يكون فيه نوع من انواع السهولة خصوصا من ناحية الادارية بتخفف الخلافات بينك وبين الاخرين ممكن يكون فيه خبر صار كربح او نجاح او معاملة صعبة انك انت هذا او امور استشفائية بتكون برضو بتلاقي لها علاج او بتجري بعض الفحوصات وبتكون نتائجها ايجابية او منكم ممكن يجري عملية ولكن انها تتكلل بالنجاح وتكون يعني شيء ممتاز جدا بعد عشرين الشهر بعد عشرين واحد يعني تكون هاي الفترة فترة امتحان عشان ينعرف انك انت جاهز ولا يعني نقدر نحكي فترة تقييم لوضعك يمكنه يكون اشي مصيري وفيه منكم رح يقلق على احد الوالدين فيه فرصة لتحسين وضعك طبعا وضعك المهني وفيه منكم بيبدأ فيه عمل جديد ومنكم بياخذ فرصة لتثبيت حاله يعني رح تكون فترة انتقال من حل لحل بقدر ما بتجتهد يعني بالفترة هاي بقدر ما انت رح تلاقي نتائج بالنسبة الى الاسفار والدراسة والافكار خلال هذا الشهر يعني بزيد ذكائك وطموحك وممكن تكون كريم ومتسامح ومتفائل فترة مناسبة للسفر او اخذ عطلة فترة مناسبة للسفر والدراسات العليا ربط العلاقات او التعاملات مع الغرباء بس نقطة انه عليك انك انت تحذر انه ما توعدش باشياء ممكن انت ما توفي فيها يستحسن انه تنتبه اذا عندك سفر انك تنتبه من تأجيل او تنتبه من اوراقك تنتبه على اوراقك على الفيزا على جواز سفرك على المكان اللي انت رايح فيه من فقدان او نسيان اي شيء بالنسبة للعمل والمال هاي الفترة فيها نوع من انواع التفاؤل بالنجاح بتميل لقبول التحديات من اجل اثبات قدراتك وبتميل للقيام بالمجازفات والمغامرات ممكن هذا الاشي شوي يعرضك لبعض المشاكل في مجال عملك ممكن تسمع خبر جديد بتعلق بالوضع المادي تاعك او الوضع المالي تاعك هاي الفترة مناسبة للتواصل على اساس حل هاي المشاكل او لاسترداد بعض المال اللي بعود اليك يمكن شوي تحتاج لا اشياء هيك او جهد اكبر عشان تتخطى بعض العقبات بعض الخلافات عشان تحقق نجاح فيه في الوسط الاجتماعي ممكن يجيك من الوسط المساندي من بعض الاشخاص او من بعض الناس اللي انت بتعرفهم يساندوك ممكن تحصل على ترقية او على منصب او على سلطة ممكن تحظى بثقة او احترام وتقدير الاخرين اما بالنسبة للامور الزوجية والعلاقات الاجتماعية والعائلية يعني شوي هاي ما راح تكون لصالحك في الفترة هاي ممكن شوي انها يعني بعض الاصدقاء يخيبوا ظنك بالفترة اللي احنا فيها فما تأخذ على بالك وما تأخذ على خطرك كثير الدنيا كلها ماشي بالطريقة هاي عندك افكار وعندك مشاريع ممكن هاي تكون شوي تلاقي استحسان وممكن شوي تفتح لك ابواب الها علاقة بالزواج او بالشراكة خصوصا مع ناس من خرج البلاد او اجانب عنك او تلتقي فيهم في مكان الدراسي او باكاديمية تعليمية او بسفر او هم مسافرين بيجوا او يعني بهذا الاطار بس بدك تدير بالك انه في بعض الاشخاص ممكن انهم يدعوا انهم اصدقائك ويحاولوا انهم يخدعوك بدك تكون حذر بالنسبة لتأثيرات الكواكب المريخ بيحذر من اي شراكة مالية بدك تكون منتبه ومركز عليها مضبوط المشتري بعطيك فرص سفر لبعيد والرحلات والاتصالات لبعيدة وبيستفيدوا التجار في عمليات الاستراد والتصدير واللي عنده قضية ممكن انه يكون تكون لصالحه بالفترة المقبلة زحل شوي بيأثر على المجال السفر البعيد والاتصالات البعيدة والهجرة والدراس الاكاديمية والشؤون القضائية بدك تكون منتبه يعني في مجال السفر تتفقد وراقك والادويتك جواز سفرك معاملاتك او تتفقد الاشي اللي انت راح تسافر فيه يعني مش معنى هذا انه راح يكون فيه خطر يمنعك من السفر او هاد لا ممكن يصير تأجيل تعطيل شغلات زي هيك اورانوس اللي بيعمل نوع من انواع التغييرات المفاجئة في حياتك ممكن تطال اي مجال من مجالات حياتك اما ايجابي او سلبي ابلوته في السفر والهجرة والامور القضائية يعني ممكن تقرر فجأة انك تغير دراستك او انك انت تسافر او تهاجر او ترفع قضية على ناس معينين بطريقة معينة او ترتفع عليك قضية ولكن انه بدك تكون متنبه نبتن يعني شوي هذا بنبهك انه انت ما تخدعش ذاتك ما تخدع حالك ولا تخدع غيرك يعني وجزء منكو بتسيطر عليه نوع من انواع المخاوف الوهمية بس وفي النهاية ما اقول والله اعلم اي توقعات ممكن تصيب وممكن تخيب اه والعلم عند الله من الختام بشكركو بشكر استماعكو للحلقة باتمنى انها تداني الاعجابكو اذا عندكو اي انتقاد اكتب تحت وانا راح اسمع شو مكان في النهاية يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك سلام سلام